رئيس الوزراء يلتقي أعضاء الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي وزارة الداخلية تعقد جلسات حوارية مع المحافظين والحكام الإداريين لتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات وطنية خدمة للمواطن انتخاب نقيب للمعلمين وأعضاء مجلس النقابة ورصد عدد من المخالفات خلال عملية الاقتراع وزيرة الثقافة تؤكد أن الأردن قيادة وحكومة وشعبا يدعم مقاومات الصمود للشعب الفلسطيني في جميع المجالات وجمعية مستثمري قطاع الإسكان تلوح بالتوقف عن العمل بمشاريعها في حال عدم التزام الأمانة بقوانين القطاع السابع والنصف في رؤيا أهلا ومرحبا بكم اجتمع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نصور في دار رئاسة الوزراء اليوم مع كل من وزير النقل المصري الدكتور إبراهيم الدميري ووكيل وزارة النقل العراقية سلمان جاسم بحضور وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز حول نجاحات شركة الجسر العربي التي تعقد جمعيتها العمومية اجتماعاتها في عمان اليوم وشركة الجسر النصر العربي هي استثمار مشترك بين حكومات الدول الثلاث الأردن ومصر والعراق حيث تحققت أرباح متراكمة للشركة منذ تأسيسها بلغت نحو ربع مليار دولار وتم خلال اللقاء بحث مخرجات اجتماعي اللجنة العليا الأردنية المصرية والأردنية العراقية الذين انعقدا مؤخرا وأكد خلالهما رؤساء الوزرات في الدول الثلاث أهمية الرط السككي وإقامة شبكة طرق بين هذه الدول تفاصيل أوفا تتابعونها في النشر الاقتصادية عقد في غرفة تجارة عمان اليوم اجتماع حضره وزير الداخل يحسين هزاع المجالي وعدد من المحافظين والحكام الإداريين وممثلي مؤسسات القطاع الخاص بهدف وضع خطة تنصيق مشترك لتنمية المحافظات وزير الداخلية قال إن الحاكم الإداري يقوم بعمل متشعب يشمل كافة مناحي الحياة وذلك بهدف النهوض بالوطن وتعزيز دور العمل التنموي من خلال توزيع مكتسبات التنمية على المناطق المستهدفة وفقا لطبيعتها ومقوماتها الأساسية وهذا وفقا للمجال يتطلب جهدا إضافيا من الحكام الإداريين لبناء شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص واعتبر المجال أن قيام الحكام الإداريين بالأعمال الموكلة إليهم هو النواة الأولى لتحقيق اللامركزية الإدارية ما يمكن المواطن من المشاركة في صنع القرار وأكد المجال أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة قانوني المركزية الإدارية والبلديات نظرا لارتباط المجالس المحلية بطبيعة الحكم والإدارة المحلية إنه لمن دواعي سروري واعتزازي بإنجازات هذا الوطن أن يكون مبنيا على التشاركية الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام وكونه في أي حال من الأحوال لا يمكن أن يعمل أي منهما بمعزن عن الآخر كون عملهم في المحصلة عملا تكامليا يسعى بالنتيجة إلى إخراج منتج سليم وصحيح ينعكس إيجابيا على الوطن ويجني ثماره على المواطن وجاءت المبادرة الملكية السامية التي أعلن عنها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في عام 2002 لإعطاء وزارة الداخلية من خلال الحكام الإداريين والمحافظين دورا إشرافيا تنسيقيا للعملية التنموية إلا أن وزارة الداخلية عملت على تطوير هذا الدور حيث أصبح ممارسا للعملية التنموية وبذلك تكون الوزارة قد تجاوزت حدود الإشراف والتنسيق والمتابعة إلى الشراكة والممارسة فاز مرشح التيار الإسلامي الدكتور حسام مشي بمنصب نقيب المعلمين بعد حصوله على مئتين وعشرين صوتا حسب ما أعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الدكتور عبدالله قوقز وفاز الأستاذ غالب المشاكب بمنصب نائب النقيب بعد حصوله على مئتين واثنين وعشرين صوتا وكان أعضاء الهيئة المركزية في نقابة المعلمين الأردنيين أدلوا بأصواتهم لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس في نادي المعلمين الأردنيين في عمان في أجواء وصفت بالإيجابية حيث شهدت الانتخابات حضورا للمركز الوطني لحقوق الإنسان وتحالف راصد لمراقبة الانتخابات الناطق الإعلامي باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات أكرم عبدالقادر أوضح أن آلية انتخاب نقيب المعلمين ونائبه وأعضاء المجلس من خلال اقتراع أعضاء الهيئة المركزية جرت من خلال ثلاث أوراق منفصلة واحدة للنقيب وأخرى للنائب وثالثة لأعضاء المجلس نؤكد وأننا منذ أن بدأنا في حملتنا الانتخابية أن لنا في نقابة المعلمين ملفات كبرى يجب أن تستكمل الملف الأول من هذه الملفات ألا وهو أمن وحماية المعلم إذ أننا رفعنا شعارا أن كرامة المعلم تساوي كرامة الوطن لأجل هذا فكرامة المعلمين واحترام المعلمين أمر جليل في نقابة المعلمين يجب أن يحظى منا بغاية التقدير وأن يكون على سلم أولوياتنا نقابتنا فقيرة المستقبل للتقاعد بهذه النقابة يجب المحافظة على المال العام وإحنا لغاية الآن لم نشعر أنه يوجد نقابة ولذلك أنا رسحت نفسي نقيب معلمين وكان عندي اليقين بعدم الفوز لأنه أنا مش حزب ولا جماعة ولا حدا أنا مجموعة من المستقلين وصلنا لهذا الرقم فإحنا نعتبره أولا إنجاز ونعتبره نجاح بالتأكيد رح تم تطبيق كل ما تم الوعد فيه وإحنا لا زالت يعني أمام التحديات تواجه النقابة نتمنى أنه نستطيع تجاوز هذه التحديات بهمة الزملاء في أعضاء الهيئة المركزية اللي أنا أتقدم لهم الشكر الجزيل على منحهم للثقة لي وهذا الأمر يعني أوعدهم موعد صادق ولهم ومن خلالهم معلمين لمملكة الأردنية العاشمية بأننا سوف نكون على العهد وسوف نجابه كل التحديات والصعاب التي تعيق عمل النقابة في المستقبل وعلى صعيد متصل أكد رئيس قسم الحريات في مركز الجسر العربي للحريات جعفر المعايطة لرؤية أنه تم رصد عدد من المخالفات في عملية انتخاب الهيئة المركزية لنقابة المعلمين ممثليهم في مجلس النقابة ومن هذه المخالفات إهدار للمال العام وإشراك عدد ممن وصفهم المعايطة بالقصر في الدعاية الانتخابية وضمن المتواجدين داخل غرف الاقتراع إضافة إلى عدم مراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة منذ اللحظة الأولى هناك هدر المال العام عبارة عن صور ورقية المفروض توضع فيه نظام سيدي للمعلم الإلكتروني النقطة الثانية أنه هناك دخول أحداث أطفال دون سن العاشرة أو سن الثاني عشر داخل القاعة وبزع لدعاية انتخابية لأشخاص دون آخره والبرنامج الثالث هناك مخالفة ضمنية هي موجودة بلون الورقة إذا ما حملت لون الورقة تحمل اسم المنتخب فهي تحسب لصالح المنتخب بغض النظر عن الصندوق الذي تضع فيه والنقطة الثالثة هو الاستخدام الصوت هذا واستخدام الأسماء أيضا هي عبارة عن تعتبر هي مخالفة والمخالفة الأخيرة اللي لا يشترط النصاب بقول لك هنا في عنا لا يشترط النصاب بناهي بالرغم منه جميع الانتخابات يجب أن يكون هناك الثلثة الأعضاء لازل يكون موجودة قدمت سلطته منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لقطاع التربية والتعليم في العقبة دعما ماليا سنويا يبلغ مليونا ونصف المليون دينار وقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات خلال زيارته إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم إن هذا المبلغ يأتي دعما من السلطة لتطوير وإنجاز بعض المشروعات التربوية في العقبة مثمنا دعم السلطة لقطاع التربية والتعليم وبتقديمها قطعة أرض لبناء نادي للمعلمين عليها وأضاف ذنيبات أن السلطة تبرعت باستئجار مبنى لإقامة نادي للمعلمين إلى حين الانتهاء من المبنى المزمعي إنشاؤه قبل نهاية الشهر الحالي وتوفير باص لنقل معلمات حوض الديسة وحل مشكلة المياه في مدرسة رم وبين ذنيبات أن الوزارة فرغت من إعداد مسودة خطة إصلاح التعليم التي تشتمل على ثلاثة محاور تمثلت في العملية التعليمية وتطويرها والسياسات والإدارة والحوكمة والبيئة المدرسية وهذه المحاور تشكل مكونات العملية التربوية وقالت نيبات خلال لقائه مديري ومديرات مدارس محافظة العقبة في مبنى مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز إن الوزارة ستقوم بعقد مؤتمر وطني للتطوير التربوي في الربع الأخير من العام الحالي لمناقشة محاور خطة الإصلاح التربوي وبيّن أن الوزارة شكلت أكثر من 60 فريقا ميدانيا من العاملين فيها للقيام بزيارات ميدانية إلى جميع مدارس المملكة بهدف تلمس احتياجات المدارس والاطلاع على واقعها وخططها التطويرية وإيجاد الحلول المناسبة لبعض العقبات التي قد تعاني منها هذه المدارس سواء في البنية المدرسية أو خطط المعلمين التدريسية إلى جانب تعزيز الإيجابيات في هذه المدارس من جهتها معرض مديره ومديرات المدارس عددا من التساؤلات والاستفسارات حول العديد من القضايا التربوية معربين عن تقديرهم للدور الكبير الذي تطلع به وزارة التربية والتعليم وجهودها المتواصلة في رسم السياسات التربوية التي تسعى إلى تحقيق فلسفة التربية في الأردن وكان الوزير ذنبات قام بجولة تفقدية لعدد من مدارس منطقة وادي عربة طلع خلالها على الواقع التربوي هناك جولة اليوم ابتدأت في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتقيت في العاشرة صباحا هذا اليوم مع معالي رئيس السلطة تبحثنا في التعاون الذي يجب أن أكون بين وزارة التربية والتعليم وبين سلطة منطقة العقبة وتم الاتفاق على أن تدفع السلطة لوزارة التربية والتعليم مليون ونصف دينار سنويا دعما من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للتربية والتعليم تطوير العملية التربوية وإنفاق هذا المبلغ في أوجه محددة بدأت اليوم فعاليات المؤتمر التربوي السنوي الثاني تحت عنوان تميز التعليم بين مواكبة العصر والمحافظة على منظومة القيم بمشاركة خبراء تربويين من الأردن ومصر ولبنان والسعودية في مدارس الكلية العلمية الإسلامية وأكدت سمو الأميرة سمية بنت الحسن خلال الافتتاح أن الانطلاق من التطوير إلى التميز خطوة أساسية لمواكبة التغيرات السريعة في العالم مع الأخذ بعين الاعتبار الجمعة بين الأصالة والمعاصرة دون الإخلال بالقيم الإسلامية مشيرة إلى أن هذا المؤتمر دليل على اهتمام الكلية العلمية الإسلامية بالتجديد ضمن منظومة القيم الإسلامية السمحة من جهتها أكدت مديرته مدارس الكلية العلمية الإسلامية الدكتورة جمانة أبو حجلة أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع تطلعات مدارس الكلية في مواكبة المستجدات التربوية عبر توظيف استراتيجيات وتكنولوجيا التعليم الحديثة ضمن منظومة متكاملة من القيم الأصيلة التي تسهم في إعداد جيل متميز بعلمه الواسع وأخلاقه العالية ليرفض الوطن بخيرة الأجيال إن المتابعة للمشهد التعليمي في الأردن خلال العقود الثلاثة الماضية يدرك مدى ما يوليه الأردن من أهمية لقطاع التعليم ودرجة تقدمه كأولوية على الصعيد الوطني لكونه البوابة الرئيسية للإصلاح والتنمية المستدامة فثمت إجماع على أن قطاع التعليم في الأردن يحظى بدعم فريد من نوعه ذلك أن السخاء في الاستثمار في الإنسان الأردني يأتي من قناعة راسخة هي أن الإنسان هو الثروة الأولى والأهم في هذا البلد انتقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق وجيه عويس السياسات الحكومية التي أدت إلى إيجاد التعليم الموازي في الجامعات والذي وصفه بأنه نخر في بنية التعليم العالي ومؤشر على تخلي الحكومات عن دعمها للجامعات الأردنية الرسمية وقال عويس خلال محاضرة ألقاها اليوم في جمعية حماية المستهلك إنه منذ بداية التسعينيات أي إبان حرب الخليج ظهر ما يعرف بالجامعات الخاصة حيث كانت خطوة إيجابية لأنها قللت من الضغط الذي كانت تعاني منه الجامعات الحكومية في ذلك الوقت لكن بعض الجامعات الخاصة عملت على تشويه صورة التعليم الخاص عندما أصبح هدفها الربحة المادية فقط بصرف النظر عن مخرجاتها ولفت عويس إلى أنه سيتم العمل على تطبيق قانون جديد في الجامعات الخاصة ينص على اقتطاع 4% من موازنة هذه الجامعات لغايات الدعم العلمي إضافة إلى تخصيص 2% من موازنتها للابتعات إلى الخارج فهذه الخطة بنيت على ما يلي أولا تخفيض أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات كيف؟ طبعا هذا بفتح كليات تقنية ودعم الكليات الموجودة حاليا هناك كليتين وحد في الحصن وحد في الزرقاء وكليات تعاني وفلوس موجودة ولكن للأسف لحد اليوم لم تدعم هذه الكليات ولم تفتح كليات جديدة لأنه وعدنا في القانون والقانون هاي موجود عند الدكتور عبدالله مكرا بنا نحكي فيه لأنه قانون متعلق في الكليات التقنية مرتبط فقط بقانون جامعة البقاء لا تستطيع الهزار التعليم العالي أو الحكومة أنها تفتح كليات تقنية إلا بتغيير القانون وأنا 2011 كتبنا في تغيير القانون والآن الحمد لله وصل الأمر بدأت اليوم فعاليات الملتقى الأول للأيتام تحت شعار رعاية الأيتام في الأردن بين تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل برعاية وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مركز ساعد للتمكين الاقتصادي والاجتماعي في مقر غرفة صناعة عمان وتقوم رؤية الملتقى حسب منظمه على إحداث فرقات كبيرة في حياة الفئات المهمشة عبر دعمها ومساعدتها ونقلها من مرحلة العوز إلى مرحلة الاكتفاء والاعتماد على الذات والقدرة على التفاعل والعطاء وشارك في فعاليات الملتقى عدد من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني الذين أكدوا ضرورة تمكين الأيتام والمسنين والمحتاجين وضحايا التفاكك الأسري من العيش بكرامة والتمتع بالأمان النفسي علاوة على تأهيلهم وتدريبهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل تؤمن لهم سبل العيش الكريم تقوم الوزارة بتقديم كل ما يمكن توفيره إلى الأيتام في مراحل حياتهم المختلفة منذ أول يوم من أعمارهم أو من بداية المرحلة الحياتية التي يلتحقون بها في مؤسسات الرعاية وحتى بلوغهم سن الثماني عشر وهي المرحلة التي يفترض معها أن يكون الإنسان قادرا على إدارة شؤونه ورعاية نفسه بنفسه ومع ذلك وبمكرمة ملكية سامية فإن الوزارة تراعي مصلحة الفتيات على وجه الخصوص فتنقل البالغات منهم إلى دار اليافعات إلى أن تتغير ظروفهم من خلال الزواج من خلال العمل والاعتماد عذاك في المعيشة قالت وزيرة الثقافة لانا مامكغ إن الأردن قيادة وحكومة وشعبا يدعم مقاومات الصمود للشعب الفلسطيني في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وأكدت مامكغ غلال جولة قامت بها يوم أمس في عدد من مدن الضفة الغربية على هامش مشاركتها في معرض فلسطين الدولي التاسع للكتاب المقام في مدينة رامالله أكدت أن الصمود الفلسطينية في الدفاع عن الأراضي والهوية الوطنية بات يشكل مدرسة للجميع خاصة وأن الانتصار للقضية الفلسطينية هو من أهم الثوابت الأردنية وكانت الوزيرة مامكغ طلعت خلال جولتها على أبرز ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية اللحمة الأردنية الفلسطينية اللحمة نشأت بسبب هذا التشبيك الإنساني بين الشعبين رسالتي الوحيدة بلهم استمروا على ما أنتم عليه عم تقدموا رسالة مش بس للأجيال الفلسطينية والعربية الجديدة عم تقدموا رسالة للعالم هكذا تكون المقاومة هذا يكبون الصمود وهكذا تكون المصالحة مع النفس المصالحة مع الحياة إن شاء الله سنكون معهم كوزارة ثقافة أردنية مع الفلسطينية ومع جمعتنا أيضا بالسفارة الأردنية اللي عندهم رسالة ثقافية رفيعة المستوى أيضا ساعدون كتير في ما نحن فيه فبتمنى لجميع كل كل الخير إن شاء الله يعني هذه الجنة المليئة بأشجار الزيتون بتحسسك أنه الأرض عم تنطق بالبقاء والإصرار على البقاء والإصرار على الاستمرار والإصرار على الفرح فحالة مختلفة أنا أدعو كل من يستطيع لزيارة هذه الأرض الطيبة عن جد تأتي زيارتنا اليوم إلى محافظة نابلس وطول كرم وجنين ضمن برنامج التواصل بين السفارة الأردنية والمسؤولي للأردنيين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة مولاي حضرة صاحب الجلال الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم حفظه الله ورعاه بالتواصل مع أخواننا وأشقائنا في فلسطين الحبيبة وكذلك تقديم الدعم المعنوي لأخواننا على الأرض الفلسطينية وتهنئتهم بهذا الإرث الذي نفتخر فيه نحن معهم كأردنيين أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أسفها لفرض إسرائيل عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر ساكي اليوم إن تحويل إسرائيل المنتظم لموارد الضرائب للسلطة الفلسطينية والتعاون الاقتصادي معها مفيد ومهم لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وكان مسؤول إسرائيلي أعلن يوم الخميس أن تل أبيب تخذت سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين من بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية ردا على تقدم الأخيرة بطلبات انضمام إلى خمسة عشرة اتفاقية ومعاهدة دولية نظم عدد من الأطباء الفلسطينيين اليوم في قطاع غزة وقفة تضامنية وسط المدينة لمطالبة المؤسسات الحقوقية والصحية الدولية بالعمل على إنقاذ حياة الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية ورفع المشاركون لافتات تندد بالصمت الدولي تجاه القضية داعين المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري في ظل تعرض الأسرى إلى إهمال طبي خطير خاصة وأن بعضهم يعاني من أمراض خطيرة قد تودي بحياتهم في أي وقت يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو خمسة آلاف ومائتي أسير من بينهم ثمانون مصابا بأمراض خطيرة عدد المتفاعلين أضامنية مع الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال يعني نطالب أن يتحمل مجتمع الدولي مسؤوليات تجاه أسرانا الذين كما سمعتم في البيان يقتلون بشكل يوم متعمد في سجون الاحتلال يمنعون من أبسط حقوقهم في العلاج الذي تكفل كل قوانين الدولية لكل أسرى على مستوى العالم نطالب أن تتحمل هذه المسؤوليات كما تنادي هذه المؤسسات بعلاج الأسرى والمعتقلين في كافة أنحاء العالم أن يتحملوا ويحكوا كل متحق بتجاه أسرانا نتيجة لسياسات سلطات الاحتلال الاستفزازية التي تمارسها بحق الفلسطينيين برزت حركة يهودية أرثدوكسية ترفض الصهيونية بكافة أشكالها وتعارض وجود دولة إسرائيل البعض من أعضاء هذه الحركة يعيشون في مدينة القدس المحتلة والبعض الآخر في لندن ونيويورك والحركة جماعة دينية يهودية تأسست عام 1935 وتنادي بإنهاء الكيان الإسرائيلي لقناعتها بأن اليهود ممنوعون من الحصول على دولة خاصة بهم إلى حين مجيء المسيح يريدون العيش تحت سيادة دولة فلسطينية حدودها من النهر إلى البحر بإخاء ومحبة يؤمنون بأنه لا يحق لأحد المساسة بالمسجد الأقصى من الصهاينة حركة يهودية تعارض قيام دولة صهيونية لأنهم وكما يسمون أنفسهم اليهود الفلسطينيين نتوري كارتا بمعنى حراس المدينة حركة يهودية تأسست عام 35 وتمركزت في كل من القدس ولندن والولايات المتحدة الأمريكية تنص معتقداتهم على أنه بسبب خطايا اليهود تم ترضهم من أرض إسرائيل لذلك يتوجب عليهم احترام الشعب الذي منحهم المأوى والأمن وبالتالي فأن هذه الحركة تنقط الصهاينة وتنادي بإنهاء الكيان الإسرائيلي وعودة الدولة الفلسطينية الصهيونية لا تنتمي للشعب اليهودي وهي لا تمثل الشعب اليهودي ولا مكان لها في فلسطين حسب التشريع اليهودي يحرم على اليهودي أن يدوس على ذر التراب من المجد الأقصى أو ما حوله في كنف الدولة الإسرائيلية فإن إسرائيل تحرم نتوري كارتا من امتيازات عديدة كما أن نتوري كارتا ترفض دفع الضرائب أو التعامل بالعملة الصهيونية والسلطة الفلسطينية تعود وتمارس صلاحياتها على كل أراضي فلسطين في عاصمتها القدس المفاوضات هي مفاوضات غير عادلة ونحن نقول كيف أنا أتفاوض على شيء ملكي وعلى العكس فإن حركة نتوري كارتا على وفاق مع الفلسطينيين إذ إن عضوين منهم شاركا في الصلاة على الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان قد عين واحدا منهم عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح أما الطائفة فتعتبر نفسها مع المقاومة الشعبية الوطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي نحن على المستوى العالمي نستطيع إظهار مواقف هذه الحركة وتوضيحها وبذلك در المزاعم الإسرائيلية أن هذه الأرض هي أرض لليهود زينة صندوق رؤيا نفى مصدر عسكري في الجيش السوري لوكالة الأنباء الرسمية سانا ما تناقلته وسائل الإعلام من أنباء حول سيطرة من وصفتهم بالمجموعات الإرهابية المسلحة على مبنى المخابرات الجوية في مدينة حلب جاء ذلك في وقت يستمر فيه القتال بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة في عدة مناطق من حلب وريفهم وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش أوقعت أعدادا من مقاتلي المعارضة بين قتيل وجريه كما دمرت آلياتهم وذخيرتهم في عدة بلدات من جهة ثانية قال ناشطون معارضون أن مقاتلي المعارضة استهدفوا عددا من المقار الحكومية في حي الصناعة بمدينة دير الزور في وقت اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمعارضة في حي العمال بدير الزور بالتزامن مع قصف استهدف الحي انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع صباح اليوم داخل أسوار مستشفى بمحافظة قنى جنوب مصر دون وقوع إصابات وذلك قبل وصول وزير الصحة المصري عادل العدوي لافتتاح المستشفى وقالت الوكالة الرسمية المصرية أن قنبلة بدائية الصنع انفجرت بالدور الأرضي بمستشفى فقفة المركزي وأحدثت دويا عاليا التلفزيون المصري بدوره نقل عن مصدر أمني قوله إن الانفجار أدى إلى حالة من الهلع بين مرتادي المستشفى ما دفع المسؤولين إلى إغلاق المدخل الرئيسي للمستشفى وإدخال الموظفين من الباب الخلفي يذكر أن مصر تشهد حوادث مشابهة في الفترة الأخيرة كان من أبرزها تفجير ثلاث قنابل في محيط جامعة القاهرة قرب تمركز لقوات الشرطة ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة خمسة آخرين وعودة إلى الأخبار المحلية بدأت هيئة النقل البري من خلال إحدى شركات النقل بتشغيل 53 حافلة جديدة موديل 2014 لخدمة طلبة الجامعة الهاشمية كوحدة استثمارية واحدة في محافظات الزرقاء ومأدبة والبلقاء وإربدة وجرش وعجلون والمفرق اعتبارا من صباح غد الأحد وتعمل الحافلات ضمن ترددات ومواعيد للانطلاق والوصول وهي مزودة بنظام تحصيل أجور النقل المقررة من الهيئة من خلال نظام التحصيل الإلكتروني الذي يمكن من خلاله دعم أجور الطلبة كما تم تزويدها بنظام تحديد المواقع العالمي لمراقبتها عن بعد مع مراعاة توفر المواصفات الفنية وأجهزة السلامة فيها وتشغيل الحافلات الجديدة يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تقديم خدمات نقل خاصة بطلاب الجامعات الرسمية وتقليل نسبة انتظار الطلبة لا سيما في الفترتين الصباحية والمسائية ولرفع مستوى خدمات النقل العام والعمل على الحد من معاناة الطلبة اليومية في الوصول إلى الجامعات أنهى جمعية الصداقة للمكفوفين المرحلة الأولى من برنامج تعزيز وتأهيل المرأة الكفيفة تحت عنوان القيادة الإدارية في إطار الدعم المقدم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ويهدف المشروع الذي تستفيد منه 35 سيدة كفيفة إلى تعزيز دور المرأة في أماكن صنع القرار وسوق العمل عبر تدريبها على مهارات القيادة والإدارة وإطلاعها على الاتفاقيات الدولية المعنية بذوي الإعاقة فضلا عن تعريفها بسبل مواجهة الانتهاكات التي قد تتعرض لها المرأة الكفيفة كما تنبع أهمية المشروع من دوره في تعزيز وتفعيل تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادق عليها الأردن في الواقع الجمعية ارتعت أن تقوم بهذه الدورة لخلوة ساحة من قيادات من المرأة الكفيفة التي تشارك في صنع القرار أو لم نجدها في أماكن صنع القرار المتعلقة بالمكفوفين في المملكة الأردنية الهاشمية فدورها مغيب طبيعة التدريب اللي أخذنا أنه كيف نعرف ناخد قرار كيف نكوني إمرأة قيادية قادرة أنك تتكلمي وتتحدثي أمام الجمهور بدون أي خوف أنك تعرف كيف تخذي قرارك كيف شو هو التفاوض نحن سعيدين اليوم بانتهاء المرحلة الأولى دربوا فيها الستات الكفيفات على مجموعة من المهارات اللي رح تتمكنهم طبعا من المشاركة في الحياة العامة وتحديدا من قيادة المؤسسات في المجتمع المدني أحييت جمعية ديريا سين للعمل الخيري في عمان الذكرى السنوية السادسة والستين لمذبحة ديريا سين التي نفذت على أيدي العصابات الصهيونية وقال رئيس الجمعية عصام عايش إن إحياء الجمعية لهذه الذكرى كل عام يأتي للحفاظ على الذاكرة الوطنية الفلسطينية بكل تفاصيلها بهدف نقل الرسالة من جيل إلى آخر مبينا أن جرح المجزرة ما زال عالقا في الذاكرة وأن قرية ديريا سين ستظل شاهدا على مدى فضاعة الاحتلال الذي أراد عبثا أن يرعب الشعب الفلسطيني المناضل الذي يواجه الآن بصموده وبطولاته كافة أشكال إرهاب الاحتلال الإسرائيلي نستذكر وإياكم في التاسع من نيسان من كل عام ذكرى مذبح الديريا سين ونحن إذ نحيي في كل عام هذه الذكرى نقف عند علامة فارق في تاريخ نضال شعبنا ضد الجبروت والطغيان ونقف إجلالا لما قدم آباؤنا وأجدادنا من دماء على مذبح الحرية والأرض لاقى العرض المباشر الرابع من برنامج نجم الأردن في موسمه الأول على رؤية استحسان المشاهدين وإقبالا كبيرا على التصويت للمشاركين فيه وأشارك في هذه الحلقة خمسة عشر متسابقا في مجال الغناء والمواهب الأخرى تأهل منهم إلى المرحلة المقبلة كل من بلال عبيد عن فئة الغناء الفردي والساحر ميشو عن فئة المواهب الأخرى وذلك بعد نيلهم أعلى أصوات المشاهدين الذين هم الحكم الوحيد في هذا البرنامج ألفا بروك ألفا بروك لعبي لا موسيقى 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 الإعلام الإلكتروني حيث خاطبنا أبو إبراهيم قائلا رؤية مشتهدة ونشيطة ورائعة وتستمع لصوت متابعيها لذلك هي متميزة يعطيكم العافية جوليانا ترجمان وهي المتابعة الدائمة لنا من القدس قالت رؤية قناة إعلامية محبوبة وواثقة من نفسها وتطورها فخر للأردن وإنجازها ضخم في ختام النشر إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين رئيس الوزراء يلتقي أعضاء الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي وزارة الداخلية تعقد جلسات حوارية مع المحافظين والحكام الإداريين لتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات وطنية خدمة للمواطن انتخاب نقيب للمعلمين وأعضاء مجلس النقابة ورصد عدد من المخالفات خلال عملية الاقتراع وزيرة الثقافة تؤكد أن الأردن قيادة وحكومة وشعبا يدعم مقاومات الصمود للشعب الفلسطيني في جميع المجالات وجمعية مستثمر قطاع الإسكان تلوح بالتوقف عن العمل بمشاريعها في حال عدم التزام الأمانة بقوانين القطاع تتابعونا بعد قليل حلقة جديدة من برنامج نبض البلد ولقاء خاص مع الباحث والأكاديمي مكرم خوري للحديث عن التطورات السياسية في المنطقة شكرا للمتابعة بأمان الله